خبر بسيط قد يغير وضع آلاف العائلات في العراق التي تنتظر معرفة مصير أبنائها المغيبين قصريا أحياء كانوا أمامواتا وقفة تضامنية أخرى جرت في محافظة الأنبار إحدى أعلى المحافظات بأعداد المغيبين في البلاد تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا الإخفاء القصري سبع سنوات عدنا تقريبا حوالي أكثر من خمسة آلاف مغيب نطالب من حكومة محلية الكشف عن مصيرهم لأنه كهواي عوائل ننتظرون ولو خبر بسيط منعتهم لعلكم بالحياء أو ميت نساء أطفال هواي يريدون مصير آبائهم ومصير أبنائهم لا تكفي الأسئلة الستة ها هنا لتعطي أجوبة شافية ومقنعة لأهالي المغيبين الذين ملوا انتظار السلطات الحكومية في العراق المفقودين تقريبا صار لهم من 2014 إلى الآن أكو مفقودين الرزازة أكو مفقودين الصقلاوية أكو مفقودين بالقائم مصيرهم المشكلة مجهول لا دا يقولون مثلا يقولون هم ميتين والواحد يسوي لهم قبور ويترحم عليهم ولا هم اللي عالنين مصيرهم وين احنا نريد بعد نفذة طاقة أهالي المفقودين ونفذة طاقتنا لأننا نناشد ونطالب من خلال منصة تواصل الاجتماع من خلال المناشدات نطلقها للمسؤولين لكن مدى نلقى الجواب المقنع وأمام فشل السلطات الحكومية بالكشف عن مصير المفقودين أو محاسبة من يقف وراء تغييبهم يبدو أن ذويهم ذهبوا لخيار مقاطعة الانتخابات تلك التي تروج لها حكومة الكاظمي بعد تحول ملفهم لورقة انتخابية أخرى بيد الأحزاب ويبقى الأمل هو الدافع لدى أهالي الضحايا للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم وتؤكد 33 منظمة وجمعية حقوقية تؤكد أن السلطات لم تقم بأي إجراءات حقيقية بذلك الخصوص حيث لم يعد ملف المختطفين والمخفيين قصريا مجرد ملف حقوقي وقضائي وأمني بل هو سياسي تقف وراء استمراره قوى ضاغطة بهدف حماية شخصيات وميليشيات وعدم إخضاعها للمحاسبة والعقاب بحسب تلك المنظمات ترجمة نانسي قنقر